أنا أغططف زي أنا أقول القفاز وأسهلك عن الطرق لتعزيز وتقوية الإرادة والعزيمة للأشخاص عامة يعني وكمان للمكفوفين يعني أدينا كده الطرق يعني أول زي أنا أقوله البلان يعني هي بالمناسبة أنا أعيز أعقب كمان أضيف نقطة صغيرة هي القصة دي بتبدو من البيت طبعا أنا أبوي رحمة الله عليه صح زرع الحاجة دي فينا قبل ما نجي المدرسة يعني أنا ومحمد أخوي برضو مكفوف نحنا في البيت كنا بنتعامل زي أنا وزي أي زوال يعني أنا أبوي يالله يرحمه كان خلانا بطريقة غير مباشرة نتعامل مع المجتمع وزرع فينا التفكير بيجاء الطرق للتعامل يعني نحنا الطرق ذاتها خلقناها لروحنا يعني نحنا لو فضلنا منكمشين ما كان عافرته يعني أيوة بالضبط يعني أنا 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 كنت بمشي المدرسة أبوي كان بيسالني أدوك شنو لو جانبني صواب في إنه أنا ما كنت مركز بيقول لي ما خلك تركز شنو زي ما بيقول لك إتا وريني كتابتك أنا كان بيقول لي وريني أدوكم شنو فأنا أفتكر إنه الحاجة دي الوسر بتلعفها دور كبير جدا جدا في إنك تكون زول صاحب راض وعزيمة واتطور نفسك هل بيها؟ هل بيها؟ ترجمة نانسي قنقر